انتهى الكان وطبعا فيه دروس كتيرة فيها نتناولها لكن مع هذه العودة المهمة الدوري عواطف وعواصف الحقيقة مسابقة الدوري هترجع بكل بقى حمسها وجدالها ومشاكلها وأحوالها وأخبارها وعايز أفكر حضراتكم قبل ما هنشوف الجدول أقول لكم الدورة هيرجع ازاي بكرة الثلاثة ان شاء الله الجونة مع المصري واسموحة مع البنك الأهلي يبقى بكرة مطشين الجونة والمصري واسموحة والبنك الأهلي يوم الأربع فيه ثلاث مطشات المقولين العرب مع امبي والاتحاد السكندري مع طلاع الجيش وزيد افسيم مع بيرامدز الخميس فيه أربع مباريات بلدية المحلة مع مودرن فيوتشر الزمالك مع فاركو الإسماعيلي مع السيراميكا كليوباترا وطبعا اتأجلت المباراة الرابعة اللي كانت الأهلي والزمالك أو الزمالك والآلي تأجلت مرة تانية يوم الجمعة فيه كذا مباراة وفيه تأجلات هنجيلها بالتفصيل لكن قبل ما ندخل في العواصف والعواصف ما تخلينا نفتكر جدول الدوري جدول الدوري لأنه برضو السادة الشتوية الطويلة بتاعت الأمم الأفريقية نسلت الناس الجدول وكان إيه وأخباره إيه وحكايته إيه فريق زد باش مهندس من عشر مطشات متصدر بتسعتاشر نقطة وده نفس رصيد إنبي على فكرة لكن الاتحاد السكندري لعب أقل لعب تسعة مطشات وعنده تمنتاشر وبرامز لعب تمن مطشات وعنده سبعتاشر النادي الأهلي الأقل لمشاركة لعب ست مطشات فقط وعنده أربعتاشر مباراة أربعتاشر نقطة الأهلي فاس في أربعة وتعادل في اتنين وتقريبا الخانة الوحيدة اللي خالية من الهزيمة هي خانة الأهلي في ست مطشات اتنين تعادل وأربعة مكساب المؤخرة الناس اللي بتعاني شوية فرقه الأخير من عشر مطشات عنده خمس نقاط بس الداخلية من حداشر مباراة عنده سبعة والمقولين من عشر مطشات عنده سبعة نقاط أيضا والإسماعيل ما هواش بعيد عن الخطر عنده تمن نقاط من عشر مطشات والبنك الآلي عنده أراخر تسع نقاط من حداشر مباراة عشان يكون هو ده الوضع المتقزم في ديل الجدول يعني المرجحة الشغالة جمد أو تحت طيب بص تلاقي اللي كان من كم أسبوع يعني البنك كان بيبه لم يحقق شيء ابتدى يعني يتحرك شوية الإسماعيلي كان ماشي ابتدى وحش وبعدين تصلح وبعدين رجعت النتاج الثاني عايزة مراجعة إحنا عايزين وعشان كده يليجي يقولك إيه هو الدوري قوي آه دوري قوي قوي جدا هو الدوري إيه الدوري ده اللي محتكره نادي واحد وبعدين هم هم يقولك إذا مالك آخر اتنين دوري قبل السنة اللي فاتت خدهم يبقى فين نادي واحد المحتكلة ونفس الشيء بالنسبة للكاس فإنما احنا نموت في إن احنا عشان نسبة وجهة نظرنا إن احنا نقول حاجات ندلل عليها بحاجات مش صحة بحاجات لو فكرت لحظة مش محتاج تتعب نفسك عشان توصل للحقيقة عشان كده كابتن متحد شالبي لو كان فكر لحظة ما كانش قال اللي قاله هتسمعوه نادي الأهلي بمشيئة الرحمن كان مقرر لأنه هو يسافر يوم الثلاث بإذن الله ليلتقي مع شباب والإزداد بطل الجزائر في طبعا دوري عبطال إفريقيا أجل الموعد إلى يوم الأربع الأهلي طلب إنه هو يأجل مباراة طلاقة الجيش المقرر لها يوم تسعة عشر على أساس إن قبل كده برضو حصل تأجيل لطبعا بيراميدز فيما يتعلق ب اللي عنده كان مباراتين أمام نوازيبي موريتانيا وسانداونز يوم اتنين واثناشر فبراير كان في وسطهم ماتش في الوسط تم تأجيله أنا بس يا جماعة عايز أقول إنه التأجيلات دي مش في مصلحة حد وأنا دايما بقيس عشان بقيس دلوقتي مطلع أيضا على الكرة السعودية بقيس بالكرة السعودية والله العظيم ما فيه مباراة بتتأجل إن بيلعبوا في آسيا الأندية بتلعب في دوري أبطال آسيا بيسافروا آخر الدنيا بيروحوا الصين ويروحوا اليابان ويروحوا الحتة دي كلها ويرجع يلعب الماتش بتاعه في الدوري السعودي في موعده عشان كده لما تفتح الموقع هناك أو أي مواقع هتاقي جدول الدوري مكتوب باليوم والساعة من أول يوم لآخر يوم لكن إحنا هنا مع الأسف النهاردة بيرامدز الطالب التأجيل من آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآ� عواطف هتدربك لنا الدوري لكن من غير الست عواطف هنقدر نحنا نشتغل شغل منضبط هذي رسالة بقولها من عندي من هنا واللي عايز يسمع يسمع واللي ملوش رغبة ان هو يسمع ما يسمعش تعيش وتنصح طول عمرك ما همكش غير صالح العام يا كابتن متحك بسم الله ما شاء الله عليك ودايما مواقفك متصقة وواحدة ما بتغيرش رأيك ولا المستجدات اللي في طريقك بتخليك تتبنى قضايا على حساب قضايا وعمال بتدلنا كل ما تروح حتى تبتدي تدلنا نمازج احنا عايزين نستقر ومش عايزين نأجل ومش عايزين نعمل وقلنا ان الدوري بهذا النظام وهذه الكثافة وهذا الزخم في عدد الاندية في الدوري الممتاز مش ممكن هيؤدي الى مصابقات يعني بدون تأجيلات لكن انت شايف كده حاضر قول واحنا نتعلم طيب كابتن متحك قال الاهل طلب يأجل مباراة طالع الجيش والاهل ما طلبش مبدئيا يعني انت بتلبس لأهل حاجة لأهل ما عملهاش لكن كابتن متحك وفريل اعداد عنده لو متابعين اسباب التأجيلات اللي فاتت هيلاقي انه فيه مصطرة ادارة المسابقات عاملاها المباريات الخارجية لأي نادي من الاندية وهو قال بيرامدز اتأجله بس الوقوف عند الاهلي بيرامدز اتأجله بس اتعدي الاهلي وبرامدز والزمالك وفيوتشر القاعدة اللي مشين عليها من السنة اللي فاتت لو المباراة في الخارج تلت يام وبتلعب في الرابع تلت يام فاصلة وتلعب في الرابع لو المباراة في الداخل يومين وبتلعب في التالت الاهلي للاتحاد الافريقي عنده مباراة مؤجلة للاهلي مع شباب باللوزاد لا زم بالاهلي ولا زم بالربطة المصرية ولا ادارة المسابقات حطوا المعاد يوم ستاشر وحطوا في توقيت متأخر طيب المفروض انت تلعب دي المباراة في الخارج تعد تلت يام يعني التسعتاشر وتلعب عشرين انت عايز تلعب الاهلي يوم تسعتاشر هنا انتفت المصطرة الفير اللي ماشي بها كل الاندية ازيدك من الشعر بيت او مشكلة تانية ان انت عندك الاتحاد الافريقيا حططلك مديامة في غانا يوم تلاتة وعشرين تعمل ايه في الحالتين لما تقس على اللي تحت او تقس على اللي فوق تلاقي حتما لازم تتأجل مباراة طلاع الجيش بسبب تثبيت الاتحاد الافريقي المباراتين باللوزاد المؤجلة ومديامة الغاني في تلاتة عشرين كان صحي في حاجة واحدة لما قال مش مش مصلحت الاهلي طبعا كل ده بيدفع تمن والاهلي بالتأكيد ياك تتذكروا بس كده ما يجي يلعب الدور المضغوط ما تروحوش مفصرين ومفصلين ان ده المصلحة اللي اهلي طيب كابتن متحد قالك الدور السعودي وهو الهدف من الحدوتة دي كلها المقارنة اللي تقود الى تسقيفة للدور السعودي تطبيلة لانه كابتن متحد وكل خبراءنا كانوا بينتقدوا التوسع في عدد اللعيبة الاجانب في الكرة المصرية وممكن لو في وقت هتلاقي فيديوهات كتيرة قوي لكابتن متحد وغيره ازاي الاجانب في الدور المصري اربعة لكل نادي لا خمسة ما ينفعش لازم ان نقل للعدد ده كان مطلب عام لكن الدور السعودي اللي كابتن متحد بيقارن به وصل دلوقتي من تمانية هيبقى عشر لعيبة اجانب لكل فريق يعني اللعب المحلي في الدور السعودي هيلقي له فرصة واحدة مع عشر اجانب في الدوري كانوا تمانية وخدوا قرار بان هم عشرة طبعا اهل مكة ادرى بشعابهم فما بالك ان هي مكة بجد بقى بالزبط يعني فهم ادرى انه ده النظام اللي عجبهم بس انتوا كنتوا بتطلبونا هنا ان الخمسة كتير هناك بقت العشرة حلوة بصوا الفرق في الضعف ومع هذا يجوز ان خبراء الكرة السعودية شايفين ان تقوية الدوري شايفين ان تقوية الدوري بفرصة اول الكرة السعودية دفعت تمانية وده اللي كابتن متحد طبعا ما نقشهوش في كاس اسيا الاخيرة السعودية واحدة من اهم القوى الكروية في اسيا اما تخرج بدري اوي ده لانه اللعبين الدوليين ما بيلعبوش مرشات اساسية لانك انت بتاخد اللعبة منين النصر والاتحاد والاهلي والشباب والاندية القمة والهلال طبعا على رأسهم الاندية دي عندهم لعبة بارقام كبيرة اوي وهي كواليتي فبالتالي لازم ان يلعبوه طب يلعبو ازاي واللعب المحليين اعضاء المنتخب يلعبو فين طبعا دي قضية ما ينقشهاش الكابتن متحد لكن يقول الدور المصري والاهل الطلب وعواطف وعواصف رجع كابتن متحد تاني حاب يوضح حكاية عواطف نشوف نروح لست عواطف امبارح قلت انه العواطف التي تتدخل في تأجيل مباريات الدوري المصري ما يشف صالح حد على الاطلاق على الاطلاق انا هنا لا اتحدث عن اهلي او زمالك او بيراميز او فيوتشر او غيره مودن فيوتشر او غيره خالص انا اتحدث عن مصلحة الكرة المصرية دينا شايفين النتاج شفناه في امم افريقيا اوعى تفتكر انه ما ظهر علينا في امم افريقيا هو نتاج فيتوريا او اللعيبة الوحديهم لا ده نتاج منظومة كاملة نتاج سياسات خاطئة تماما وانا عارف انا بقول ايه كويس جدا النهاردة لما انت تفضل تأجل في مباريات الموسم بتاعك هيمتد زي ما امتد السنة اللي فات واللعيبة ما بتاخدش اي راحة حقيقية لانه لازم احنا تعلمنا ده واخدناه في دورات في اوروبا في حاجة اسمها راحة ايجابية وفي حاجة اسمها راحة سلبية الراحة السلبية يعني اللعيب ما يمارس اطلاقا اي نوع من انواع الرياضات ده ريلاكس خالص لانه مطحون طول الموسم الراحة الايجابية بيبتدوا يجيبوه يلعبوه شوية باسكت شوية سباحة شوية يعني ايه ريفرشنج وعني يبتدي فترة الاعداد احنا لا في راحة سلبية ولا في راحة ايجابية ولا في حاجة من دخال خالص اللعيب بيخلص من هنا بعد اسبوع العشرة يامو الاسمان خش يا جدع على الماتشات لا في اعداد ولا في اه 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 ليه لانه احنا ست عواطف موجودة دايما باستمرار ما بيننا بترضي كل الناس او الناس الكبيرة بالبلدي اهل زمالك بتاع حاجات كده يعني الامر التاني ان احنا لما الموسم بتاعنا بيمتد النتيجة الطبيعية ان لا حضرتك بتقدر تاخد من اي دوريات اخرى لعيبة جيدة قوية تقدر تسند معاك في الدوري بتاعك وتعلي من شأنه خالص ولا تقدر تسوق لعيبتك لان كل الاندية الاخرى والبلاد الاخرى والدوريات الاخرى بتكون قفلت باب القيد انت حضرتك مكمل وهم قفلوا خلاص وبدأوا ماتشاته الحكاة انا معرفش كلام ده بمناسبة ايه بمناسبة انه اول فرقة جاملة كان عندهم ما بين اتنين واثناشر شهر اللي فات او الشهر ده يمكن لا شهر اللي فات شهر ده ايه كان عندهم ماتش في الوسط في الدوري طلبوا من اه 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 هقول ايه طلبوا ايه نقول من 6 عواطف عشان محدش يزعل مني يعني طلبوا من المسئولين تأجيل المباراة في الوسط طبعا نتيجة العواطف الجميلة اللي عندنا او مالو يا حبيبي هنقجل تمام جي الاهلي عنده شباب بوليستاديوم الجمعة وعنده بعد كده ماتش في غان قال لك انا مش عايز ألعب المباراة بتاعة طلاع الجيش اللي ما بين الاتنين دول طب ليه قال لك شمعنا بيرمدز عنده كل الحق عنده كل الحق النهاردة الماتشين هم بره عايز يطلع من الجزار على غان الطبيعي ان يرجع هنا يلعب ماتش تطلاع الجيش بتاعه ويطلع لكن عنده كل الحق الاهلي لان انت عملتها مع بيرمدز مدام فتحت الفتحة مش هتتقفل لان كمان عندك فيوتشار بيلعب مودر فيوتشار بيلعب ومن حقه تماما في الكونفدرالية تماما والزمالك في الكونفدرالية ايضا من حقه تماما ادي اربع فرق انت مضطر نتيجة العواطف وست عواطف ان انت تأجل لهم ما تقدرش واضح ان ست عواطف مش بتقول للكابتن متحت او بتقول له مش عايز يشوف حقيقة الامور الاهلي لم يطلب تأجيل المباراة علشان بيرامد اللي اجل المباراة اللي حطيتها باتحاد الكورة تلاتة تلاتة ايام في حالة الصفر ويومين في حالة اللي عمل على فكرة ده موجود يا جماعة في اللي حالة بتاعت المسابقة وشروط المشاركة ممكن نجيب هالو لا الاهلي طلب ولا ست عواطف لها دعوة خالص لانك يا كابتن متحت انت عارف كواس قوي ودي المشكلة تمالي بيبقى عارف الحق فين ما بيقولوش انت عارف كواس قوي ان ده النظام اللي من اول الموسم كان محطوط قبل ما ينزل الجدول الافريقي فالموضوع وبعدين كانت النتيجة ان عدم الانتظام والتكدس وعدم الراحة دي كل ته عدم الراحة يبقى المشكلة مش المشكلة في حتة تانية يا كابتن متحت مشكلة ان في الانتظاماتنا بقت كتيرة في نفس الوقت الاقليمية يعني والدولية وفي نفس الوقت انت ما بتعليكش عدد المطشاط بتاعت الدورة الممتاز خالص ولا قادر تفرض هو ده بيت القصيد لكن انت يا عمال بتتكلم في حاجات والله اكاد اجزم انه لو فكر خمس دقايق هيوصل لللي احنا بنقول ده ان كانش وصل له انت بقى فسرت حاجة لكن انا عايز اقولك كابتن متحت الاتحاد السعودي له استراتيجية عايز ينافس الدوريات الاجنبية وقد نجح في جذب الانتباه الى الكرة السعودية وحرك معظم دول خليج وراه بيحاولوا قربوا من النموذج ده هيبقى فيه نتيجة اجابية او سلبية على المنتخبات انا يعني لما سؤلت فضل الامر ايام بطولة الكسلة عاملية اه قلت حنشوف لا ماتش اللي اتحد السوبر اه كسلة عاملية اه قلت حنشوف الماتشات اللي جاي فانت جاي تقول الاخفاق ما اظنش المنتخب السعودي يعني عمل نتائج اكتر من العمال المنتخب مصر او هي هي نتائج المنتخب السعودي اللي تعود على تحقيق الالقاب دي لا تتناسب مع المشاركة اللي عملها ونتائج المنتخب المصر اللي تعود قلي يكون طرف النهائي بقاله اثنين وهو عنده رقم قياسي لتحقيق المطولة ما كانتش برضه ونتائجه على قدر المأمول يبقى الناس تقعد هنا وهنا يحلوا المعضلة ازاي انا ارفع المستوى المحلي واخلق لعيبة واكتشفها في نفس الوقت اقدر اوصل الى دوري قوي يجذب النجوم من الخارج لو عايزين نتكلم بموضوعية تعال نتناقش بموضوعية عايز بقى انك انت مرة تتري على امام عشور اللي بلا مناسبة بلا مناسبة حضرتك انت لو شفته ولا عرفت اي حاجة امام تعور في تمرين وانت حضرتك صخرت من امام ولو كان لايخ كان عمل يا كابتن متحد ما حدش بيشمت او حد بيصخر في اصابة لاعب كده ان يفقد حياته يعني حد النهاردة امام بلابس واقي على دماغه مش معنى ان فيه لعيب عمل حاجة جميلة شيد بيه واستمتع باللي قدمه انت مالك انك تقل من لعب مصري او اداء منتخب بلادك ايه ايه ده يعني يعني تجديد شوية في الاداء اللي كل مرة بتثبت ان مصري لست فيه خطيرك ولا فيه دمك اشتركوا في القناة